اهلا وسهلا بكم. ردا على تساؤلات جات لي على صفحتي. صفحة الشيف وريد الحاوي. ازاي نقدر نخل السمكة? زي ما انتم شايفين في الفيديو. انا بجيب السمكة. بحطها وبامشي عليها بالسكينة على السلسلة على الجنب الاتنين. تمام? خليت الشوق بتاعها او العظم بتاعها. بشيله من يمتين الاتنين من يمت الرأس ومن يمتين الديل. وارعها الحنفية واخسلها. واركز قوي على منطقة البطن لان بيبقى فقال بقى سمار. اللون ده لازم نشيره من السمكة كويس لانه بيدي مرارة في السمكة سواء حتى لو تقبلتها وزبطتها خالص بس بيديني مرارة مش حالوة. طبعا الوصفة ديت على حسب الوصفة انا بتعامل مع السمكة. انا شلت هنا الراس لان ممكن يكون دي وصفة تانية. السنجاري بتسيب الراس فيه. بنشيل الشوق اللي موجود طبعا لان ده هيبقى حشو كامل للسمكة فما ينفعش يكون في شوق. زي ما انتو شايفين كده السمكة قدامي جاهزة ان انا اقدر انضافها وبعد كده اشتغل فيها. نخسل غسلة تانية. ماشي? وهوريكو برضو طريقة تانية ازاي برضو ننضف السمكة بطريقة تانية. شيلنا الراس. واليمتين اللي اتنين برضو نفس الكلام. بامشي على السلسلة. واشيل السلسلة من يمة الديل. تمام? واول من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لنائس السمكة بقى ايه? وبطرخوا وشكلها حلو. تمام? نشيل البطرخ ده. نخسله غسلة كويسة برضو. ونخسر السمكة غسلة كويسة. وتبقى كده السمكة بتاعتنا جاهزة لايه? جاهزة للشغل. وبالف انا والف شيفة طبعا. تمام? طبعا السمك بيبقى فيه بطرخ كتير اوي في فصل الشتاء. يعني العلم عشان خطر برضو بقى عارفين. غسلت السمكة بتاعته حلوة. تمام? وتبقى كده جاهزة لان انا اه اشيل الزفرة منها. وده هتلاقوه في صندوق الوصف ان شاء الله.